أي بلد متطور في العالم لم يصل إلى المستوى الذي هو عليه إلا بفعل التعليم فالتعليم أساس تطور أي بلد ناشئ أو متأخر مقارنة ببلدان العالم المتطورة العراق بلد أهملت حكوماته التعليم وأوصلته إلى مستوى متدني الأمر الذي قد لا ينشئ جيلا يغير مستقبل العراق وينقله إلى المرحلة المتطورة والتي تواكب بلدان العالم المتقدمة التربية والتعليم هي الأساس الحقيقي لرقي المجتمعات وكذلك الدول وجميع الحكومات التي كانت في الحظير اعتمدت اعتماد كلي وأولي على التربية والتعليم التربية والتعليم تحتاج إلى أصلاح حقيقي لأن هناك مال كبير من قبل الحكومات المتعاقبة والجميع يعرف اليوم القطاع التربية يحتاج الكثير منها البناء التحتية منها الارتقاب المعلم المدرس وكذلك الاهتمام بالطالب تطور التعليم يعني تطور المجتمع ففي بلدان العالم المتقدمة تعتمد وسائل متطورة ومتقدمة في إيصال المنهج للطالب وبأجواء دراسية وأبنية مدرسية تساهم في تحفيز الطلب على التعلم أما العراق فلا زالت التربية تعتمد المدارس الطينية غير المؤهلة للتعلم والصف الواحد فيها يحوي أكثر من سبعين طالبا ومناهجا إلى منتصف العام الدراسي غير مكتملة أهملت التعليم المدارس الطينية المدارس متعبة لرحلات كل صف بأكثر من مية وفوق هذه كل عوامل تؤدي لتهديم الأسرة التعليمية وتهديم التعليم في العراق هذه السنة ما منطين كتب ومدارسهم تعبان فردنا يعني نرجو من الحكومة أن نتابع بهذه قضية سنوات عديدة والتعليم في العراق مهمل ولدرجة كبيرة فلا توجه لبناء مدارس تستوعب النمو السكاني ولا استخدام أساليب تعليمية ممنهجة متطورة تغير وتطور فكرة طالب ومستواه التعليمي فإن أرادت الحكومة الجديدة تطوير العراق فعليها وبحسب مختصين التوجه لدعم التعليم في البلد من بغداد محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر